نهارده النادي الاهلي نزل خبر على صفحته الاهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة ارسل النادي الاهلي اليوم خطابا لاتحاد المصر لكرة القدم اكد فيه على انه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويا من مبارا واحد بين بطلاء الدوري والكأس حيث يتطلع فريق الاهلي لدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي او اذا طرأ تعديل على هذا النظام يعني النادي الاهلي البطولة السوبر اللي دي ما معدوش مشكرة يلعب فيها شريطة ان تظل هذه البطولة حال تعديل نظامها استمرارا لبطولات السوبر المصرية في العام السابقة ومكملة له دي بالنسبة لبطولة السوبر اللي احنا اعتدنا عليها وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي وتخضع لذات اللواحة التي تم العمل بها في السنوات السابقة واكد الاهلي في خطابه على ضرورة تلقي من اتحاد الكرة وبشكل عاجل شروط البطولة وتفاصيل حقوقها التسوقية وجوائزها المالية وبخصوص اي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد قال الاهلي في خطابه تاني وبخصوص اي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد قال الأهل في خطابه نختركم مبكرا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقرية خاصة وأن فريق الأهل ارتبط رسميا بالمشاركة في البطولة الأفريقية الجديدة الدور الأفريقي لكرة القدم دور السوبر الأفريقي بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية هو اتحاد الكورة ما بيردش له على الأهل هو يعني اتحاد الكورة يعني الخطاب اللي بعته الأهل أو المكاتبات اللي بعتها الأهل هو مكسوف من الرد النهاردة أنا بسألك في بطولة السوبر الأديمة البطولة دي قائمة ولا مش قائمة هتتلعب ولا مش هتتلعب هل بنظامها الأديم ولا بنظامها الجديد هو النهاردة أي اتحاد أي اتحاد عنده رؤية لما بيدخل الموسم بتاعه مش عنده رؤية للموسم اللي جاي مش هكلمك عن 4-5 سنين جاييا لا أنا هكلمك عن السنة اللي جاي انت مش عارف بطولاتك اللي هتشترك فيها ما تخاطب النادي الأهلي قل له لو ما فيش سوبر أديم قل له ما فيش سوبر أديم ما تفضلش مموع المواضيع ما فيش مروغة في الكلام النادي الأهلي وضح الأمور أي بطولة هتيجي مستحدثة هيعملها اتحاد المصري لكرة القدم أنا باعتذر علشان عندي ارتباطات أو هلاقي فيها صعوبة علشان عندي ارتباطات محلية وقرية وعند أيضا الدوري الأفريقي لكرة القدم لاهلي واضح لازم اتحاد الكرة يواجه هيلندية ولازم يبقى واضح للجميع ما ينفعش يبقى فيه مراغات هتلعب السوبر المصري بنظامه القديم هتعدل في الليحة ابعتلي الجواز المالية ابعتلي شروط المسابقة أنا معاك هتعمل بطولة جديدة هتعمل بطولة جديدة عندي صعوبة فيها هو ده رد النادي الأهلي هو النهاردة البطولة اللي كان اعتذر عناها نادي الزمالك مش هقول انسحب هنقول لفظ اعتذار اعتذر عناها نادي السوبر المحلي واشترك مكانه بيرامدز قبل البطولة بـ 48 ساعة وشفنا المشهد وجماهير النادي الأهلي مالت لستاد وقتها وكان شيء مفرح جدا ونجح السوبر المصري والشركة المنظمة هو في الاتحاد المصري ما أثبتش حالة ليه ما قالش أنا موجود ليه النهاردة لما علشان يطلع العقوبات بتاعة السوبر المحلي بتاعة الانسحاب أو الاعتذار فين العقوبات من وقتها هو النهاردة في الدور المصري مش بعد كل جولة وبعد كل مباراة بنشوف العقوبات على الجماهير على الجهزة الفنية على اللاعبين على كل المنظومة فين السوبر المحلي من وقتها فين السوبر المحلي تساؤلات كتير لازم الاتحاد المصري يكون في المشهد ولازم يبقى عنده الجرأة والوضوح أن يكون عنده الردود لكل اللندية في ترجمة نانسي قنقر